انا اسف سيدنا هل في الجزئية دي نفهم ان حفظ النفس في الظروف اللي احنا فيها ان الناس تلزم بيوتها ان الناس لا تتعرض لمواطن الاصابة او العدوى لقدر الله بفيروس كورونا فهل بالتالي اللي بيغامر وبيجازف زي ما شوفنا ناس اللي راحة الشواطئ والاماكن الزحمة واخد الشيش واخد الكلام ده او ناس اللي بتتزاحم على مقلة اللب عشان تجيب لب وزداني في عمل حظر عدو يتسلو هل واحد زي ده وقد يكون مصلي وقد يكون واحد عارف الدين وبتاع ربنا هل بمخالفته لهذا الامر وتعرض نفسه وغيره للخطر هو هنا بيخالف شرع الله بدون شك الله سبحانه وتعالى رسم لنا رسما مخالفة هذا الرسم هي مخالفة لله سبحانه وتعالى ولذلك تتم العقاب يتم العقاب عندما نصطدم مع حائط القدر ربنا بان هذا الكون على اسس والسنن من ضمنها سنة اللي احنا بنسميها الجاذبية لو العصاية دي عملتها هسيبها تسقط تحت مش هتطلع فوق واحد عاند وهو عايزة تطلع فوق فرح سيبها هتنزل تحت ولو دعى مئة سنة هتنزل تحت ولذلك حدث حاجة شبيهة بهذا وهو كان وباء عظيم حدث في حوض البحر المتوسط في سنة 1300 وشوية كده وسبعين ولا حاجة المهم عندنا كانت سبعمية تسعة واربعين هجري في سبعمية تسعة واربعين هجري حدث الوباء العظيم وبدأ من ايطاليا من فران جايالهم من الهند في السفن وحدث الوباء في هذا الحال يقول ابن حجر العسقلاني ان الميراث انتقل بين تسعة بيوت في يوم واحد يا الله يعني تسعة بيوت عمال يتوفى وحد فيورس غيره غيره يومس في يوم واحد في يوم واحد يا الله الاحصاءات التي جاءت من قضية العشور ومن قضية الخراج ومن قضية كده في مصر تدل على ان مصر كانت على نحو تقريبا 20 مليون لم عمر بن حاص دخلها في سنة 20 هجري بعد كده لقينا محمد علي باشا رحمه الله تعالى عمل الاحصاء الف وتبنمية وعشرة طلعنا اثنين مليون ونص وراح فين الفجوة دي كلها بدأت من سبعمية تسعة واربعين راح حوالي نصف الشعب المصري نصف الشعب المصري راح وجلس فاسكو دجامة اكتشف حينئذن رأس الرجاء الصالح فما بقوش يمشوا في مصر فقلت البتاقة وبعدين النيل مش راضي يديك فقلت فدخلت مصر في ازمة متتالية كانت نتيجتها قدوم الغثمانيين دي يامونيها شدة المستنصرية؟ لا دي غير المستنصرية دي المستنصرية دي هناك في العباسية قبل كده بستمائة سنة لكن احنا الان في سبعمية تسعة واربعين دي تلاقي في كتب الوفيات سبعمية تسعة واربعين خمسين ستين ورقة في حين انه كل سنة ورقتين تلاتة ايه اولاد السنة دي اللي مات فيها كل العلمة دون سبعمية تسعة واربعين ليه الطعون الكبير او الوباء الكبير ايه ايه الاجراءات الاستباقية التي يجب ان تؤخذ هي لها تاريخ احنا عطلنا الحج في اربعين حدثة في اربعين سنة اربعين موسم ليه الاربعين موسم ده حصل فيهم تعطيل الحج اما للوباء واما للامن واما 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 ده من اول من اول الف واربعين سنة هي الف واربعين واربعين هجري من البعثة يعني من ايام الهجرة من الهجر نعم طيب النبي في اواخر حياته عمل حجة الوداع مضبوط حجة واحدة اعتمر اربعة ومر وعمل حجة واحدة طيب يبقى الف واربعين وثلاثين سنة حصل فيهم اربعين موسم ما كانش في حج ما كانش في حج ما كانش في حج ليه كان في حاجة اسمها الوباء الكبير برضو في القرن التمنتاشر يعملوا الف وتمنمية وسبعة وتلاتين ويسأل عنه ومات فيه تلاتين الف حج من تسعين الف تلاتين الف حج تلت الحجاج ماتوا تلت الحجاج ماتوا طيب ولذلك لما الاقي المملكة العربية السعودية وجزاهم الله خيرا يجي موقفين الدخول الى الحرم ده هو ده الشريعة هي دي الشريعة ويوقفوا الدخول الى المسجد النبوي دي الشريعة احنا بقى نلتج الى الله يا رب ما تحربنا يا رب يعني نتوب علينا يغفر لنا فابن حجر العسقلاني هناك بقى في السبعمة وتسعى أربعين هو ميت تمنمية وخمسين يعني بعد مئة سنة من الوباء ده ما شافوهش يعني انما سجل وسجل ومؤرخ فبيقول ان الناس اجتمعت في الازهر علشان تقرأ البخاري وتقرأ الدعاء جماعة فازداد الوباء انتشار يا عشان عشان يجتبعوا في الازهر عشان يعملوا الدعاء جماعي جماعي اللي دفعهم لهذا العطفة عايزين نلجأ الى الله معقولة هنقفل المساجد ومعقولة مش نصلي الجمعة وجماعات قال لمخالفتهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اعتزل فر من المجذوم فرارك من الاسد يعني ما تسلمش عليه ما تحضنش وتبوث فيه ما تعملش فر منه وهو بيقول ايه بيقول حاجة غريبة جدا بيقول لا عدوى في بداية الحديث لا عدوى لا عدوى ها واخد بالك ازاي ولا صفرة وفر من المجذوم فرارك من الاسد يعني هو مش عايز يدخل معانا في نقاشات فلسفية وقعا انت هتقول لي انه من قعد الاول ما هو سيدنا الكده يعني اول واحد اتعدى ما هو ما اتعداش ده اصيب وبعدين هو نقل الفيروس ماشي يا سيدي ده كلام فلسفي بيقول ايه حقيقة لا حول ولا وقعت الا بالله وايه حقيقة الخلق لكن انا اعمل ايه فر من المجذوم فرارك من الاسد فان عصيته وروحت عملت مظاهرة قال ايه تسقط تسقط كورونا